ربما من نظرتك أنت كسينمائي، كناشط ثقافي، كإعلامي، كمدير للسينما كيف ترى سنة 2018 من الناحية الثقافية؟ من الناحية السينمائية إذا حبيت لأنه شفت في التقرير تعكم ما دربتوش يعني ما عندكمش أرقام حول السينما لأنه وللأسف كان الكلام أكثر حول الجدال حول الأفلام كنا نتمنى من طرف الوزارة الوصية أنها تقدم أرقام ما عليش يعني مشي الوزارة يعني المنتجين لأنه المنتجين هم اللي يقدموا الأرقام الوزارة تعطي الأبوال أو الحوصلة حول السينما لكن نقدر نقول أنه السينما الجزائري في 2018 كان غير موجود في المحافظ والمهرجانات كثير لأنه وللأسف هناك بعض الأفلام تأخرت في الإنتاج وكانت مبرمجة باش تخرج في 2018 وما خرجت وربما سوف تخرج للقاعات في 2019 هذا راجع للإنتاج السينما الجزائري دائما يكون شوية تقيل لأنه عنده مشاكل كثيرة على حسب المثال الفيلم العربي بن مهيدي الذي عنده عدة سنوات هو في انتظار خروج إلى القاعات وصنع الجدل بين وزارتي التقافة والمجاهدين لكن الفيلم مهم جدا للسينما الجزائري لأنه يعتبر من أهم الإنتاجات في المغرافية الجزائرية لكن خلينا نتكلم على الفيلم اللي نال نجاح وما تكلمتوش بزاف عليه اللي هو فيلم ليسمين شويخ في انتظار الزمان ونأتندون 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 ليزيروندال في انتظار السنوات لا نأتندون ليزيروندال تعدو من ديسات فيلم جديد ليسمين شويخ صحيح هو حقق العديد من الجوائس في مختلف المحافلة السينماية مهرجانات العربية خاصة لأنه باش نعرف ومنساوش أيضا راح تكنت الفيلم الجزائري الممثل في الأوسكار وللأسف ما عداش في النهائي في النصف النهائي تعل الأفلام المرتقبة في أوسكار لدوميل ديسناف وبالتالي نقدر نقوله أنه الحصيلة السينما ممكنتش قوية كتير إذا قارنناها من العوام السابقة لكن هذا التراجع يرجع إلى تراجع في الإنتاج لزايد على السببونسون لزايد على بروديكسون وأيضا هناك مناسبات التي كانت شجعت الإنتاج السينماي من قبل منساوش قسنطينا منساوش جزائر العاصمية العربية وتلمسان العاصمة الإسلامية وإلى غير ذلك وبالتالي الآن الكرة في ميدان السينمائيين والمنتجين خاصة لأنهم هما يجب أن يأخذوا عن الاعتبار أن السينما ليست إلا فضاء ثقافي يعطي الصورة المثالية للمجتمع الجزائري إنتاج السينماي هو إبداع وعندما كانت هذه المناسبات موجودة لم تكن فيها إبداع وبالتالي الإبداع يبقى دائما مربوط بشخصية المخرج المخرج عنده في بعض الأحيان شخصية سينمائية بارزة عنده ديزيدة عنده إنفيزيون كما يقولون كل مخرج عنده طريقته وعنده الرؤية تاعه في السينما كي تشوف مثلا أفلام مرزاق علواج أفلام تتكلم حول مشاكل الشباب مشاكل المجتمع تشوف أفلام أحمد راشدي تتكلم على الثورة تشوف أفلام مخرجين شبان واحد يتكلم لك على الحرقة واحد يتكلم لك على أشياء نظن أنه كل سينمائي عنده نظريته في السينما ما عندناش وللأسف سينما تجاري ما عندناش سينما كما يقولوا سينما سوسيال كما موجود في إيران مثلا هنا نفتح قوس فقط سليم الحديث حول قضية دور السينما في الجزائر قاعات السينما في الجزائر نشاهد قاعة إفريقيا مثلا هذه السنة تم فتحها شهر تم غلقها بعد أن رممت هذه الإشكالية لو نعالج بجدية قضية دور وقاعات السينما في الجزائر فبالتالي نقدر نتحدث أن نمشي إلى صناعة سينماية حقيقية وأنه يكون فيه سوق سينماية في الجزائر والله إذا تكلمنا على قاعة إفريقيا هذا رجع إلى كما يقولوا الجيسيون البلدية بلدية سيد محمد يعني كل بلدية عندها نعطيك مثال مثلا قاعة ابن خلدون حاكمتها تابعة الولايات الجزائر تابعة الوزارة التقافي تعمل مليح لأنها دارت اتفاقية مع موزع سينماية يجب لأفلام الأخيرة يعني سيلي دارني فيهم اللي يخرجوا في السينما ومن طوال يخرجوا في أوروبا يخرجوا في الجزائر رجعوا الناس والفو كي ترحل لابن خلدون على باك تشوف فيهم جديد وبالتالي نظن أنه هناك قاعة لحب تخدم سينما كوميرسيال وهناك قاعة لحب تخدم لسينما دوتا وهناك بلديات ليش مهتمة بالسينما الآن كما يقولوا لابالي دون الكنت على البلديات البلديات هما اللي يسيروا هاد القاعة عليهم هما اللي لازم يديروا لحب تشوفوا هذه القاعة ويدون خدمين يدون مواجهة يدون البلديات ويدون تريسيتي ويبنون كيف حصلوا لا يسيروا الابسين لا نعم يتغلوا الاشيال سينما ومع اشهد الابسين في الجزائر في الجزائر ومع اشهد الالجيريا ومع اشهد الابسي ومع اشهد الان قاعة مرمم جديدة فالإمكانه كان يعمل في السينما وفي الانتالي هناك قاعة موجودة لكن لا تشتغل قاعة أطلاس اللي جاية في بابلواد نفس الشيء وللأسف وما ننسوش حالة قاعة السينما جاءت في نقدر نقوله dans un context socio-economique طريق difficile وما ننسوش أيضا منافسة صناعة سينمائية الدع الحقيقي لا 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 صناعة سينمائية بكري السينماات لا تمشيش بالأفلام من جزائري تمشي بالأفلام الأمريكية والعالمية كانوا موزعين وارنر وفوكس سنتوري يجيبوا ويشروا الجزائر 200 فيلم يخرجوا في الجزائر في العام في السبعينات والثمانينات ومبعد جاءت الكريزي أكوناميك حبسوا الكاييكا لأيبوك لأريتي لديستريبيوشون فيلم ترانجي ومبعد رجعوا الخواص كان شركة وحدة لا توزع أفلام هي شركة ام دي سيني سيبانورمال يعني في أوروبا حتى ما روحوش بعيد نحن المغرب تونس ومصر عندهم عدة موزعين سيبانورمال موزع واحد وعليش لخين موزعين وخين ما يجيبوش أفلام لأنه ما كاش قاعة ما كاش كيفاش يستعمل القاعة ما تقدرش تشري فيلم بالدوميل أورو وتستعملوه في قاعة وحدة ما تقدر سيبارون طابل يعني يكونون منك ما جميل تحديث